موسيقى السلام عليكم البنات كديري اللبس عليكم كنتمنى اتكر امكم كلها باخر الاخير كنتم ممكن تشوفو اهل الفيديو قديل اليوم في حد المعلم اليوم ان شاء الله انا اجاب هدور اللي تلبس بلدية ومع الجين يعني تكون شوية قصيرة يعني على حسب الموديل اللي بغدينتية وش حد الرقبة ولا فوق من رقبة ولا تحت من رقبة على حسب الموديل اللي بغدينتي اليوم ان شاء الله هدنا 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 فيه متر ونصف ديال طول ومتر ونصف ديال العرض ان شاء الله هدنا هدنا بيجابة طور بلدية كتل بس مع الجين وتقدر تدير لها الحزان او بلحزان يعني المجدول او بالحرير او بالتوب او بلحزان او بلحزان كما ترى دائما خدمة المعلمة يحتاجون الترصال المفتن ويحتاجون العقيدات هنا يبرمنا هدنا جوج وقيات الحرير مني نقول جوج وقيات يعني هذا هذا هي وقيات يعني جوج من هذه كنين هنا طرصان ووحدة مفتن يعني طرصان ووحدة مفتن يعني طرصان ووحدة مفتن يعني وحدة مفتن وطرصان على دار ونصف لكي تكون خدمة رقيقة وعندنا هنا ساعة ثمانين عقدة عقدة لكي تصيبها لان هذا الجبادور ستكون قصيرة بها 4.5 سم وفتح القطة وهذا الترصان يقدر يكفي لكي تأخذ من الجبادور ويشتك حتى تستطيع التغييص في الكومي كما ترى كما ترى كما ترى كما ترى لقد اعتمدتوا طرصان للطر امام تنباته هذا طرصان للطر وطر هذا الامام وضع هذا الترل لاننا أردنا ولكننا أن تتطيع البطار هو المطابس محلوث والخلف وفق منه ثم نتوب على ربعه على الطول لماذا؟ لأن هذه السيدة لا تغرد بالساف و أصلا الجباطور يجب أن تكون جميلة على الجسم و يكون جميلة لن نصل إلى أسفل القدم لدينا أحد تحت مرحكوبة و أحد شوية و هذا القياس 38 أو 37 سنتيم و يجب أن تكون محلوثا و بحيث أن تكون صندر القياس التي تقوم بها مثلا 30 أو 31, 29 أو 28 و يقوم بحيث النظام لن نقوم بحيث الى تحت 8 سنتيم و من بعد نقوم بحيث و تحتوي على طول لدينا 4.70 سنتين و تحتوي على الطول 74 سنتين بحلاكة يعني الكمين كافي و لو تحتوي على حسن 80 سنتين كي تتخذ العبار الطول لدينا تحبير الطول لدينا و تحبير و تحبير طول و زائد طول بحلي هدف القياس الشراء يجدون تحبير الطول طول يجدون تحبير الطول بحلي هدف القياس و القياس 040 هكذا 21 سنتين 21 سنتيم سوف نقوم بتلاتة سنتيم سوف نقوم بتأكد سبعة سنتيم لأن السيدة ضعيفة من العنق ديالها من الأحسن أن يكون مقبوط عليها الجبادور لا يكون محلول بزر سوف نقوم بتأكد سنتيم السيدة والسيدة بالخلف سوف نقوم بتأكد سبعة Lab سوف نقوم بتأكد سبيلتو وأصدق البيجان ٨٨٪٪ٓ ٢٢٪ٓ٤٪ طيه صغير نخذك سواء ٢٢٪٪ إنه لديه ١٢٪٪٪ مقسومة على اربعة هي 19 زائد الربعة هي 23 سنتين كيف تشاهدون القياسات عدنة صغيرة و ستكون جيدا كما ترون البروكي يكون جيدا هذا الخط هو النصف البروكي نضع نصف البروكي لتركيز هذا النصف البروكي سوف تفوته نضع نصف البروكي على نصف البروكي اما تركيز الخلف نضع نصف البروكي بسنتين يعني البروكي يكون عرض على الامام نضع نصف البروكي بسنتين نضع نصف البروكي بسنتين نقطع الحزان و الحول سوف نمشه بسنتين نقطع طرسج جالي هنا لدينا لغلي بليد نقويره قليلا من جنة 1 سنتين نقويره قليلا نقويره قليلا ونقويره قليلا نقويره قليلا ونقويره الوقت النقطة الكتف ونقويره الى تركيز لا يوجد هذه الأشياء في الوصف فقط نقوم بسرعة كما تشاهدون في البنات الزباق كمنا الجبادور من الأنم والخلف لا يوجد هذه الأشياء في البنات الزباق فأتم الأشياء في البنات الزباق في حالة توفاقها السرعة سأقوم بها كما تكتير لكن حالة توفاقها السرعة تستطيع الزباق قواتي لتكلم مع البنات الزباق ستستطيع تحرير الفباق فإن تسلط هكذا هذا الفباق سوف نقوم بعمل 30 سنتيم نقوم بعمل 30 سنتيم و نضيف 60 سنتيم نضيف التركيز بذلك نضيف التركيز 22 سنتيم نضيف التركيز 13 سنتيم لأن التركيز صغير قليلا لن يجب أن نضيف التركيز نضيف 14 سنتيم نضيف 15 سنتيم مجرور الموضوع و نبقى 200 سنتيم ننتظر هؤلاء الجسеры إذا رأيتها بروقي هناك حتى ترى المنزل من المنزل من المنزل ونزل من المنزل من المنزل وحتى الحزام ثلاثة حالة الحزام هو التوب عندك شعيد وقويل بهذه الطريقة كما تشاهدون هذه الطريقة للإفصالة الجبادور التي يمكنك تلبسها مع السروال وإن شاء الله سأخبركم نتمنى هذا الدرس إعجبكم وإلى الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر